اهلا بكم من جديد وحياكم الله معنا في محطتنا الحوارية الأولى وتحديدا راح يكون مع الاستاذ خليفة عبدالكريم خليفة الراشد المتحدث الاعلامي لفريق الانقاذ الكويت يا مسي عليك بالخير سعيدة جدد بساعة الله للدور يا مرحبا عزيزة وغالية بداية يعني يا ريت لو انتكلم ونعطي السادة المشاهدين فكرة عن هذا الفريق بسم الله الرحمن الرحيم مسي على السادة الكرام المشاهدين بسي واسم فريق الانقاذ الكويت التطوعي فريقنا في البداية متكوم من 68 عضو يتراوح من 68 يرتفع وينزل للأسباب اللي يجازه وسفر وعمل ولا اخرى كويتيين الجنسية العمر فوق الواحد وعشرين عام يكون عنده ورقة حسن سير سلوك مزارة داخلية للحفاظ على البلاغ في حال انه خرج الى بلاغ لازم اعرف الانسان مؤهل عقليا من الصح الى اخرى كشروط امنية المهام اللي توكل لكم كفريق المهام اللي كفريق يجينا بلاغ من الادارة العامة مزارة داخلية يجينا بلاغ من الادارة العامة للاطفاء يكون سيارة مثلا مغرزة على شباط بحر او بالبر نتلقى البلاغ نتواصل مع المبلغ مجرد انه يجزلنا اللوكيشن نوصله في مكانه في حال انه اذا كان اللي كفل نشر تعبان مدير العمليات ما قصر عطاننا صراحية انه ينزلنا الاسعاف الجوي يتخذون المبلغ حصل معنا انه وصلنا حق مبلغ وكان مع زوجته وطفل رضيع عطينا سيارتنا قلنا لا امش نخلص سيارتك وبعدين نلتقي معاك والحمد لله قائمين على عملنا حسب الشروط الامنية حلو طيب اهمية البيئة ودوركم في المحافظة عليها اهميتنا بهذا الشيء تلقينا اتصال من احد الضباط في وزارة الداخلية كان في مقر اعتقد الاخت دلال العنزي تنظيف شواطئ البيئة تنظيف شواطئ الكويت عفوا دقوا علينا قالوا في سارة بالبحر صال لها خمس سنين وعشان نطلعها في شركة لازم نوقع معها عقد وفي آليات والاخرى توصلنا للمكان اخذينا مواعد معاهم ودشينا شفنا سارة قلنا احنا نقدر نطلعها من غير الشروط اللي طلبتها منكم الشركة كم يوم يبي لكم قلنا ما اعتقد ان يبي لنا ايام بل يبي لنا كم ساعة والحمد لله استخرجنا السيارة وحطيناها واشرف على هذا الشيء المحافظ ثابت لمهنة محافظة العاصمة وشاف انتاجنا والحمد لله احنا كشباب كويتين نعطي ديرتنا كثر ما نقدر نعطيها حلو طيب مشاركاتكم في غرية صباح الأحمد التراثية مشاركاتنا في غرية سيدي صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طلب من بعض القائمين على الديوان الاميري والمشرفين ان نشارك ونقوم ببعض الاعمال داخل القرية لاثبات وجود فريق الانقاذ الكويتي فريق الانقاذ الكويتي في الدولة ثلاث عوام اتاحه لنا الفرصة بالمشاركة للتعريف على الفريق فريق قام في الاشراف الموروث يدخل بعض السيارات اي سيارة بره يتغرز دزولنا سيارة من الديوان الاميري مغرزة بره الموروث طلعنا وشلناها دخلناها داخل والحمد لله ما زلنا احنا بالموروث احنا يناكم من الموروث ليه اللوكيشن ليه عافيتش علشان اللغاء طيب كونكم فريق تطوعي اهمية العمل التطوعي اهمية الامل التطوعي قبل كل شيء لما يني بلاق اول ما اوصل حق الانسان اسأله اذا انت تعاني من كسر لان انا لما بسحب السيارة في عملية تكنيك في السحب السيارة ساعات يصير نفس عملية النتلة فممكن الانسان يعني داخل السيارة يهتز فاسأله ايه اسأله عندك كذا 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 قال والله انا عندي مثلا في واحد رحنا له ليش في قال ان في مرض الامأس زاد عنده ارتجاج في المخ نزلنا من سيارته امننا ركبنا واحد من الشباب اغلوسنا حطيناها بطريقة ان نحافظ على انفسنا ونخلي المنطقة نطلع السيارة بعدين نسلم الشخص سيارته لو اننا بنركز اكثر على اعضاء الفريق نتساءل منهم صعب علي ان اقول لك اعضاء الفريق كامل لكن فريقنا وصل لي 350 عضو في البحث عن المفقود رحمة الله عليه عبد العيز العازمي ولكن احنا الحين حاليا 68 ننزل 40 كلهم كواتيين فيهم دكاترة فيهم مهندسين فيهم مدرسين فيهم من له تجارة خاصة فيهم من هناك في السلك العسكري فيهم من تقاعد سبب اصابة او الاخرة مشرف اذا كان يعاني من شي ندخل معانا يساعدنا باللي يقدر عليه شلون اذا احد مثلا حابدنا يشارك معاكم اللي حابدنا يشارك معانا فيه رقم موجود عندنا اللي هو مؤسس الفريق وقائد الفريق محمد سيف الهاجري يقدر يتصل عليه مجرد انه يتواصل معاه اي عندنا نشوفه في الدرجة الاولى هل دخوله لهدف مادي احنا ما عندنا هدف مادي دخولك للمساعدة رحب فيه سيارتها تكون من الدفع الرباعي ما ليشغل شنو شركتها ما ليشغل شنو انت من انسان لكن عمرك فوق الواحد وعشرين عندك ورقة من الوزارة الداخلية ان انت لا حكم عليك مو مختل عقليا لان في بعض البلاغات نواجهها عوائل فالواحد يخاف على اختها واما 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 وكتكو زوجتها وعمتها ما تريد شنو الوضع فكدولة ألزمتنا الشؤون في بعض الغوانين واحنا نرحب في هذا الغانون للأمن السلامة نعم الجهات اللي تتعاون معاكم وزارة الداخلية توصلنا لنا البلاغ الادارة العامة للاطفاء توصلنا لنا البلاغ وساعات يينا البلاغ بالتواصل الاجتماعي لما يينا بالتواصل الاجتماعي نبلغ وزارة الداخلية لان حصل معانا حدث في يوم الايام اننا طلعنا لبلاغ وكان الانسان خارج يعني عن الوعي في سب تعاطي مادة او سكر او الى اخرى فمن هذا الوقت صار ربط بيننا وبين وزارة الداخلية لما يينا بلاغ مبلغ اننا بلاغ بالمنطقة الفلانية رغم السيارة كذا والمبلغ اسمه فلان 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 فلاني نعم اذا كان على شيء دورية تطلع لنا وتشرف على انها تكون معانا نعم احنا وصلنا معاك للختام اذا حاب تقول كلمة اخيرة او والله انا اشكركم في البداية على استضافتكم لنا انا حاب اني اقول شغلة الفريق الوحيد في العالم وليس في الخليج ولا في الشر الوسط قائد الفريق محمد سيف الهاجري يعاني من عاقة سمعية ما في فريق في العالم انغاذ يسمح ان يقود انسان في عاقة هو الوحيد اللي كسر الحاجز وهو موجود معانا في اللوكيشن يعاني من عاقة سمعية وبالعكس معانا شقال وفعال وخذينا بعض البلاغات من اخواننا في اتصم البكم تواصلنا معاهم وفي عندنا رغم تقدرون تحطونا رغم بس بلاغ اخواننا الصم البكم لانه راح يكون التصوير كاميرا وفي مترجم يتلقى بلاغهم يعطيكم العافية يعافية ربي اذا عزائي اكيد متواصلين معاكم في برنامج مساء الخير يا كويت ولكن بعد هذا الفاصل